حكاية الليلة عائلة على قدها كانت كنت تميز نوعا ما بالمثالية ماشي في المادة ولكن في التربية دي لولدتها فإذا به واحد من هذه الوليدات الذي يقال بلي أنه غادي تسحر من طرف واحد شخصية اللي غادي تعرفوها في الحكاية من بعد غادي تخليه أنه اشتت عائلته بصغيرها وكبيرة اللي مت مت واللي مرض مرض مع تفاصيل أخرى اللي غادي تخلينا نستفدو أنه دوام الحالي من المحال ما تمشو فين وبقوا باش تسمعوا معنا حكاية الليلة كيف العادة للعبرة سلام سلام المؤنسة دي لكم عادة إليكم من جديد كديرين لبس عليكم بخير أموركم هانية أحوالكم طيبة صراحة أنت تحشكم كيف العادة وما كراش مقندر لكم كل نهار فيديو ولكن لغلب الله هادي شي حاجة اللي هي شبه مستحيلة ولكن خليني نقول لكم بلي أنني عندي لكم بشرة لا لا مشي بشرة شخصية ولكن خبار زوين وغادي يجبكم اللي شاف الجزئين دي للحكاية الأخيرة فادوجة صاحبة الحكاية واحد لخدمة من ذو كل الخدام اللي كانت تعيش بهم بخير غادي يسمعوا الحكاية دي لها في القناة عندنا وغادي يعيطوا عليها باش أنها تخدم معهم من جديد ففي نظركم شو بغينا كثير من هالشي؟ دخلنا عليها بالخير كيف دخلنا عليها الحمد لله بزاف اللي كانوا من قبل هذا فضلون من الله يؤتيه لمن يشاء من عباده فبغيت نقول لكم شكرا عائلتي وماشي المتابعين ديلي لأنه بسببكم هذا البرنامج غادي وكينجح وغادي ينجح أكثر إن شاء الله وغادي بدلناس وغادي يعاون الناس نفسيا كيف عاون بزاف وبلا عدد بالتعاليق ديالكم الجميلة والطيبة اللي كتشبه لكم وقلبكم تكشبه الشي نقول لكم دائما الدعم ديالكم هو اللي غادي خلنا نزيد وقت دام فما نتعطلش لكم أكثر وخلنا نقول لكم يلا لنبدأ أنا أمينة والحكاية اللي غادي نشارككم اليوم هي ديال بنت خالتي نور اللي ما غاديش تقدر تحكيها هي بفمها ولكن قلسة حدايا وكتحكي ليها وانا تنحكي لكم بالتفاصيل وبالمشاعر ديالها في نهاية الحلقة غادي تعرفوا علاش ماشيه اللي حكاية الحكاية ديالها نور بنت خالتي تزادت وسط عائلة عادية الام ديالها ربت بيت والاب ديالها موظف جد 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 بسيط نور عندها خمسة ديالخوت وهي السدسة والصغيرة أنا ونور تربينا مجموعي اللي نقدر نقول لكم عليها باللي أنا أختي صاحبتي بنت خالتي حيث أنا ما عندي حتى شي حد غير أنا بوحدي عند وليدي أنا وياها كانوا عندنا أسرار مع بعضنا من الحل اللي تعيني وأنا معها وهي معايا حيث كنا كان سكنوا واحدة بعضياتنا نور كانت نتامل واحدة عائلة اللي كيف وكتلكم جد بسيطة وبها علاقة للحال خالتي اللي هي مامات نور إنسانة اللي كيف تيقولون مقدة كبرتهم زيان ورجلها الله عمرها دار قررهم زيان وكان حارس عليهم الرجل الخالتي إنسان اللي هو طيب كانت يضحك معنا وحنا صغار وكيشري لنا وكيوصلنا ويمشي معنا إذا بابا ما كيش توقف معا ماما وهو اللي يزوجها حيث ماما كانت سكنة معا خالتي اللي هي مامات نور ودارت العرس في دارو وخدق ووقف معاها وخمزير بقى كان عقل كنت كنمشي عندهم في الصيف احنا كنات نسافروا ونخرجوا وهم الله ما كانوا مش كي يسافروا إذا دخلت عليهم كلقاهم نشرين غير الكتوبة وتيقروا القصص والقرآن وكانوا محافظين واحد شوية علينا حنا كنا نوعا ما متحررين بمعناة المشيون لها بيسين تنخرجوا ولا ينيهم ملا شحل من المرة كان عرضوهم باش أنهم يمشيوا معنا كانوا تيرفضوا وتيفضوا باش أنهم ما يتخلطوش في ذاك شي وفاش كبرنا فهمنا بلي أنهم ما كانوش بغيين يحلو عينهم على ذاك شي لأنه لحالة المادية دي لهم كان شوية صعيبة فخالتي وراجل خالتي قررواهم وكبروهم جيدا خالتي كانت واحد الإنسانة اللي هي قايمة على شغلها وحاضية الوليدات ديولها ولكننا بالعكس أنا والدية كنا نقدرون نمشون ونديروا الأكتيفيتات ديولنا كان نمشي للا بيسين وما معمروا ما داروا هذا الشي ما كانواش كي يسافروا لأن الحالة المادية دي لهم كيف كنت لكم كانت متأثرة ما كان لأخروج لدخول وغير القرية والدار حياة بسيطة جدا وصعيبة نوعا ما من النوع اللي حاضنا البنيتات ديولا وكانت تخافي لهم بزاف حيث كانوا عندها أربعة دية البنيتات وزوجة الولاد ما كنت خليهم يمشون عند تشحد ولا يهبطوا عند تشحد حنا اللي دي ما كنا نمشون عندهم لا أنا ولا ابنت خولاتي الآخرين هذه هي حياتهم باختصار البسيطة اللي كنا حاضرين فيها بحكم المادة وبحكم أنها محافظة بزاف كبرو عادي وغادي تتوظف لهم الدري اللول اللي هو وكل الكبير فيهم كان دلق سيصاد في واحد المعهد لمدة عامين ومن بعد تتوظف هذا هو دخلتي كان تبدل كل مرة في الخدامي واحد الشوية سهل عليها الله ندخل لأحد خديمة ديال الدولة اللي كانت مزيانة في بلاصة مزيانة وبصالير هو هادك غادي يشري الطو موبيل من بعد بدك يتطهل في دارهم بحال أي ولد مع والديه وبدأينا كنشوفوا المظاهر ديال تطهلو بنت فيهم لمنحية المكلة ولمنحية للباس بالنسبة لوليدي حيث كيف قلت لكم الراجل الخالتي كان علاقة للحال بمعنى الكلمة خالتي حتى يمع اندهاش دكش اللي يعطيها راجلها وصف نور دا تكبرت ساعة سنين عشر سنين وحتى انا كنت فيتاغر بعامل هذا هو دخلتي سيتوظف كيف قلت لكم وسيصرف عليهم وسيتطلب دارهم في هذا الوقت الذي يخدم فيها خو نور الراجل الخالتي سيأتي واحد الافيسي ومن بعد سيكتشفوا بأنه عنده كونسير اشي سيقول لكم كيف ينجو من الموت كل مرة ركنت بأعجوبة العمله الغد يطحي تشلل ولانني عطقوه وعود قلت مدة ورجع جاته آفاسة واحدة اخرى وذلك ساعة ما كنا نشفع من تنجوله را غير مشى له النص ونجا مرة اخرى من الموت بأعجوبة فاش كتشفوا بأنه عنده المرت الخبيث لقاوا بأنه صافي مشى له المعداد يالو هذا ستربع سنين خمس سنين وخو نور سيأتي عندنا واحد نهار ويقول لنا راني لقيت بنت الناس اللي غادي نتوج علما انه هو هز الحمل على ابا من الدواء ودك شي كله وبابا انا ذا كان قلسة قاعد وولاد والاخرين كانوا باقين تقرأ ولكن هز شيصينية بالكيسان ديالا وقلبها من مورا وزاد تماما بحل هذا المثال غادي طايحة شغدي نقول لكم في واحد العائلة اللي لاحها ولاورا قوتي لابلا من تمنال تشحد فيكم هاد العائلة اللي طح فيها كانوا ميسرين وولاد باشا وعندهم الاصل والكنياء الى ما غير ذلك يعني كين تفاروخ في طبقاته كبير بزاف وماشي هذا هو المشكل المشكل انه هاد العائلة ديال السحارين من ساسها حتى لراسها ماشينا كنسولو وتاشي حد ما تقولها فيهم زيانا علاش وكيفاش سمعوا معي حنا حضرنا العرس اللي داروه اهل العروسة وولد خالتي كان مرفوع بمعنى امو كتجيل عنده كتشطح معاه ودقلس معاه تخنزر فيها علم انه الله يعمرها دار ونعم الاخلاق وممكترى ليه من العينيه وشعرتوا الحالة والتكرفيسة والحكرة اللي دالونا في العرس راف فوق الخيال تقول حنا ما كينينش ما موجودينش ربما تقولوا دبا كيفاش شعرتوا الى مآخره ولكن بقمت بعين الحكاية باش سيتعرفوه وتأكدوا بلايك اللي يكتلكم راف فعلا المهم كل شي تقول عليهم بللي انا واد الناس قطعا يديهم من رحمة مولانا الولد تبتل وما بقاش يعرف وليدي واخوته كيسبهم اعزكم الله غير بالعاهرات غادي تزوج بديك سيدة وزاد وخلاك كل شي من مراه وعائلة نور ما بقى تلقات لي يصرف عليهم انا بعيني شحن مرة كنت كانت مشهل عندهم كانوا كيعززوا عليها سيد غير تزوج قلب عليهم وجهه وما بقى كيصفت لهم حتى ريال لا زوج با ما عنده حتى بشي شري الدواء وما تعقلش عليهم كانت واحد خطوه غادي تخدم في ذاك شي ديال والتنبات والخياطة حيث ما كملتش قريتها هي اللي كانت تعتق المواقف بعض المرات ولكن كان ذاك شاقليل بزاف هو ما عقلش عليهم انا ذاك نور كانت في الثانوي وبما انها صغيرة كانت تأثر بزاف علما انه كانوا بعضياتهم واحد الخوط لهم امتحدين خصوصا هي معاه وحتاش حد ما تيفوت لاخر ولكن ما بين ليلا ونهار ما فهموا تاشي حاجة وغضرهم خوهم كل واحد وكيفاش جاتوا ديك الصدمة انا اللي قلت هذه الكلمة لانه غير زوج لح واليديه واخوته لدرجة انه ابا كان يدخل السبيطر وما تيجيش كيطل عليه واحد النهار قال لهم بالحرف انا ما عندي لامي لابا قيلوا نعليكم قال لها من نور راسو وغيرها كلك بدون سبب ولا مشاكل لام والاب والخوت كانوا كي تفقصوا والحالة ديالهم والاتحالة واحد اخت نور واخره غيرت مقاطع على القراية حيث ما كانتش تقرأ العائلة كانت مرة مرة كتتجمع وكتعطي ولكن المرض انتع بابا تنور راكم عارفين تياكل تينهش يعني الحالة كانت صعيبة بثاف وبحكم انني كنت قريبة من نور كانت ديمة عندنا في الدار وبما انها الصغيرة كانت انفشة واختها ضيرين بها ولكن فشت مرض بها تعقدات حيث مرض قدام عينيها وطروا لها بثاف ديال المشاكيل النفسية بدت كتخاف وكنتنقص ايضا كانت نحسا وتضروا وتقول ناري غادي تطيح ناري غادي يموت يعني ولت عندها واحد العقدة دينالس بيطر بدت كتتاخد دوايات وواحد خالي هو اللي غادي تكلف بها حتى ارجع اسم ديان ذاك خوة ما بقاش عقل عليهم نهائيا ما عرفناهم سحور ولا هاد الشغل من عند راسه هم غادي تسيروا مع الحياة وغادي يعيشوا بذيك البركة قليلة ديال الرجل الخالتي والولد مشاف حاله وبقوا بيهم خمسة ناري غادي تنزل دابة واحد نجمة من السماء عفكم وعطوها لي انا تنشوف يا او تنقول لها نار واش ما نعستيش مزيان لا لا انا عارفة انا تنقول غادي تنزل واحد نجمة دابة من السماء وعطوها لي ديك ساعة غادي تهز التبصيط ديالغضاء واردخاته لنا مع الارض الام ديالي بقى تغير كتشوف اصلا احنا نعني مع بعضنا ماما عارفها وابا حتى هو فمعناش مشكل بقينا غير نقلبه على المشكل انت عملها لبنت تكديرها تشيرات بمعنى الكلمة وخاءنا وعائلتي ما تنأمنوش بشي حركات وشي امور كنسمعها بزاف على الجين ولكن مع نور تأكدنا باللي لا اكتشرا كان بالصح ناضط وقفات تتكتغوط وكتردخ وكتشرك في حواجها شدناها وابا شدها بزز من رجليها ولكن واحد القوة وواحد الجاد اللي كان فيها هرا ما يمكنش قد تضرب وكتفركل وكتقمش شوية طرت على بابا وعضاته بقينا معها بحلها كاكوشدنا حتى تتدنات وصخفات هنا قالوا عوتاني رأي رجع لي الكتئاب جيلا اجنطروا بيال عن طبيب وحجرنا طبيب دقينا حالي ديك ساع وقلنا لي عافك غير يجيشوف لنا اجنطروا وإذا كانت شيئا مستعجلا لنمشون نعتقوها ندخل قال لنا لا رغير تعصبات وشعطتها السكر بشفق لم يبدو نطرشوها ونقوم بإسعافة الأولية قال لنا من الأحسن نضيف الصبيطار فعلا نمشينا ودوزولها وقال لنا من اللي عندها انهيار عصبي نحنا كنا شاكنا نبلي لا هذا هو المشكل ولكن شيء حاجة ونقوم بإسعافة ونقوم بإسعافة وربما في هذا الصراع أنا قلت لديه وقترح وقال لنا لا نحس بإسعافة وقلبي وقلبي وقلنا 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 ما هو المعمول ستقلل وقال لنا لنعرف ما هو صدق كل شيء قال لنا وقال لتوتر وقال لأعصاب لن تستدعي لكي تدعي لها وقال لن نور نعرف حتى نقوم بشكل وأني نور كانت ولارة ودخل ورطب ونقوم بإنهار ونقرальные ونقرر واما نقوم بإنهار ونقرر وقاتف ستندق وقرر ويقف طرف ودخل ونقرر وقال لنا وقلت وقلت وغلما أن أمها لا يمكن وصلنا لهم الى الدار وقفت على نور و لكن لم أقل لها و كانت تتكلمين و أردت لهم كاملين و أكدت لي أن هذا الشيء جيد و رفت الإكتئاب و فتحت الصراح و أختيت لها القرآن و أسدني الباب لكي لا يسمع نفسها لأنني كانت تتحرك و لم يتحرك و أختيت لها و أختيت لها بابا و أردت لهم و أصبح و عدتها و أن اتس mole و أن يحب لها و لنرى كيف يدرونها و أرهنا بهم و نرى ما يفعلون هذه الاسبوع و لم تذهب قيمة و لم تذهب قيمة و أختيتها و نجدها و نجدها و كانت عددوا و لكنه كنه مرة مرة توليو فيها كثير من عشرة وكتولي كتجعر عينة معها وكتفنا لها يديها ورجليها بابا قد يجي ودينها السبيطار وقالوا باللي يشوفها طباب نفساني أحسن جاوب قد يشوف وقال لنا را عندها نفسام ولكن صراحة ماشي دكشي اللي فيها قال لي بابا ايو وشنو نديرو راحلتها بزاف ما يمكنش نخليوها مع العائلة قالوا لها غادي نديرو لها بعد التحاليل غير ما يخصها شكون واكلة شي مخدر ولا شي حاجة انا غادي نطقوا قتليها وديرها ما وكلها والو را ملقوا حتى الخبز باش انهم ما ياكلوه را كي يعاني من الفقر المدقع ارى البوطة ايضا ثالث لهم تبقوا شحال عاد كي يعمرواها بهم ريض كي رقوا ما يوكلوه تيدروا لي غير الشعرية بالماء وهو معدوم مسكين من بعد قالوا لبابا غادي يدخلوا على المصحة الفلانية بابا ما قدش على المصاريف غادي عيض على أخوالاتي وشي محسينين وجمحوا شي بركة ودخلناها من بعد تفاصيل كثيرة ورقنا بلاي انا ومصحة ماذا تفعلت اي شي حاجة وباليدويت ما داروا لها اي شي حاجة سنكتشفوا بلاي انا والبنت فعلا رامز حورا ماذا كون السبب؟ العائلة دي لمرتخوها داروا لعشي يعجب اللي غادي يشد فيها واش حيش كان زوينة وعاطيها العين ولا بغوا ينتقموا من العائلة ولا حيش كان تقريبها من أخوها الله اعلم من ذاك العث كل شي يرجع للور عائلة على قدها تهدات واحد اخو نور واحد اخر داركسيدا او تهرس اخت نور كانت كاتقرا في مدرسة المهندسين سقطات عامين واباهم جهل مرض الخيب مرقوا لي العلاج المهم ذاك العائلة بين ليلة وضوحها تفكات وتشتتات القينا بلي انه نور فعلا مسحورة ولينا تنجب لها الرقات اللي تقرأ عليها وخاكك ملقناش مزاشي نتيجة واحد النهار بابا غادي يمشي عند الامام دي الجامع قال لي عافكا السفلان لدينا واحد اللي بنيتا واذا ممكن انك تقرأ لها متى يسر فعلا سنجيبوه لها ونجيبوه نور عندنا الدار ونقابلوها وخالتي يلا تكافت مع الامور دي الجامع كنت كنت نضب الليل وما كنت لقى نور حدايا كنت لقى في المرحاد ديال بيتي اعزكم الله لكن محيدي اللي يلقى باش ما تسج على راتها تخيلوا معي والله العظيم حتى من البالكون اللي عندنا في دارنا تلعنا في الحداية باش انا نحميها فاش لقيتها في المرحاد لقيتها جاب ديال لسانها وكتجرح فيه ادشي بحل شي فيلم ولكن كون مشتوش بعيني نقول لكم هذا شي غير خرافة ولكن هادشي عشتوا معها نور شنو كتديري بديت كان غوة نض كل شي وقعت لنا انا قد انحيي هذا اللسان باش قلت لي السلام عليكم ثم كانت تكافت هادشي حويج هي اللي كتشوفهم وغير هي اللي كتعرفهم بقينا معها كان داويوها بالرقية رقية رقية حتى ديالسعان وبدأت شي شوية كتولي بخير ورجعت الجامعة ديالها وبدأنا كنخرج وندحكوا شوية وهنا غادي اجيها الصدمة ديالببها بالليمات فالمش ديالببها كانت صعيبة عليها حيث ديالببها فتري أعزكم الله خناز عوتاني نزلت ونفس المعاناة وعوتاني ندوزنا عامين في العذاب والجحيم والحمدلله أنا وبابا عمروا ما قال ماما ادعلينا بنتختك ولا أنا مالي عليها كان ديالما وقف ومعاناة تحنا اللي كنا معاهم ويقول لي يا امينة خرجي بنتخالتك واللي اعطاني يقول لي هكي اعطيليها خرجيها وساريليها واشريليها أما أخوه نور ما غاديش يجي لعزة ديالببها وما كلفش أصلا ناسه حتى باش انه يسول من بعد عامين أخرى غادي تخدم واحد اخت نور اللي غادي يهزوشي شوية الوضعية ونور رجعت تحسنات نوع الماء وانا شديت الليسانس ديالي كان في المفروض انها تشدها ولكن لم تكن تكمل وكنت تخرج كل مرة مع المرضى فما أخذ لش تشدها واحد نور غادي تقول لي امينة شوفي راني تعرفت على واحد دريت يقرأ الطب اللي ناوي المعقول فرحت ليها وقالت نخرج معهم مرة مرة هذا الشاب رجع لها نوعا ما شوية الحياة في حياتها حتى الواحد النهار قال ليها صافي احنا بغينا نجمع راسنا انا غادي نجي نخطبك فعلا فرحنا ومشيناتوا نوجدوا ومشيناتنا في النهار ديال الخطبة وفرحانين وزغاريت ماذا سيصل الى التليفون؟ قالوا فينك؟ سمعي يا نور انا منجي وانتي منجي ما تعرفيني ما نعرفك؟ بدتك تغوت شديد ما عندها التليفون وتنقول لي هاي قالوا اشنو سيد مقطعش غير ساكت شوية قال لي يا قولي لديك بنت خالتك تيت ما تعرفني ما نعرفه حيات يمسكينا ماشي ديال الالفاظ اللي يلقبها بها هي اصلا عمرها حتى ما خرجت ولا تعرفت على شيء واحد حياتها كلها في المرض والتمار والابتلاءات فما فهمنا نطرة وانا عقلي مشاشي شوية بعيد ما فهمنا نطرة انا في بلصة تلفت سأدخل في اكتئاب واحد اخر بقينا خايفين عليها وبقيت تبكي وطاحت وشوها قدام الناس الى ما اخرى بقينا تنبردو عليها ورجعت كفس وكفس وطاحت في اكتئاب حاد وحزن وبدأت انا بدوري كنجبض منها الهضرة يكما هي ما عودت لي شيء حاجة تراتما بينها وبينه واخرى انا عارف التربية بلي انا ما تقدرش تجرى تدير شيء حاجة ضد الدين ولا القانون ولكن الحمد لله ذلك ما كان في بالي ما كان من نواله وهو اصلا كان تعجبه بالمعقول دي لها وانها ما فيها شيء زيجزاق من بعد شيء ايام غادي تمشي مهاء اللي هي خالتي البلاكار ديالنور وغادي تحلو وغادي تلقى وغادي تلقى واحد الكموسه ممكن مشافيها بزاف ديال العقيق وشي تخربقات مبينين شكحلين وشي غبرة وشي مادة لازيجة هنا خالتي تعيط لنا وغادي تقول لنا هش نلقيت و هش نلقيت و هش نلقيت بلنسا نفكروا شكوري يقدر يكون يدير هذا الشيء ستفكروا بلي ان اخوها واحد نار غير قبل الخطبة ديالها جال عندهم تنوض معهم صداع على شيء ارض عندهم في البلاد اللي يخللها لهم المرحوم بهم ومن بعد ستدخل لعند اخته قمة الحقارة ان اخوك يحطلك السحور وهذا الشيء تعني بلي انه حتى هو مثالي هذا الشيء كله نور هي الوحيدة اللي بقيت على علاقة بها اخوها وما قطعت مع العلاقة حيث كانت تقريبا منه بثاف هلد خالتي كان عقل عليه حنين وبينوه بالنور عشرين عام يعني كان في المقام ديال ببها فما قدرنا نستوعبوها بلي انه يقدر يدير شيء بحاجة بهذا الامر سنعيط له ونصب نوع ووتيحلف باللي ماشي هو ونا كنا متأكدين باللي انا هو حيث تشحد ما يدخل براني عندهم خالتي ماشي من نوعي فيها او لا كترد في الكلام طيبة واعلن نية ديالها واللي دار لها شيء حاجة كتفوض امرها المولانا وما تجاوبوش كتعود لنا انهو من بعد ذاك شيء واحد من نهار وولادها كل مرة كانوا كيمشو عند خوهم ويطلبو حرام عليك عاوننا حرام عليك ما تفقاش بدل مشاكيلي لما اخرى من بعد شيء ايام ما كانت شيء في الدار من غير خالتي غادي تجي عندها مرت وولدها وغادي تقول لها اسمعي الحاجة غادي تقول لك زوج ديال الامور ما تفقاش لكم بصحتكم وخدوه غير الله يرحم لكم الوالدين قيلونا عليكم وقيلو الأولاد عليكم ايو انا غير حدرتكم وصف قيمة الوقاحة وهنا ستأكدوك كاملا من قبل ذلك سجيلهم الى ما اخرى راب الصح هذه الأمور خلونا نتذكروا شيء حركات وقعو في عرصه ما كانوش طبيعيين هزينا الفيديو جمعنا عليه وابدنا نتفرجه لقنا بلي انه السيد كان هابط من الدروج وعائلة العروسه يرشو عليه شيء حاجة نحن لي ما عارفين هاش وهو عاجب الحال وضحك خالتي تمشيل عندهم خالتي كانت تسويلا تعمروا الكيرا موصف ما كانتش محكرة على شيء حاجة وغادي يقولوا ليها بللي هادك راه غير الماء من العادة ديولنا من قدام العريس والعروسه ولكن هما من نفس المنطقة ديولنا يعني ما يمكنش عندهم شيء تقاليد اللي احنا ما عندناش العريس غير ضحك واذا قرر شحد من عائلته تيخنزر فيه والتي تصور حدا تيقول لي تصورتي صافي نود قاعد في حالك كان مرفوع لواحد درجة ما يمكنش لكم تصورها ولا تقدروا قاعد تتوعبوها صافي بصمنا وتتأكدنا بللي ديك العائلة هي السببب المهم بعد كموسة لقنا سنجد القرآن والنور والرقية وبقنا معها بشوية بشوية حتى هزة الراسم جديد مرة تتعمل في الصونة تخطئ بال مرة تخرج وحالتهم مادية ولا شي شوية أخوهم مرة مرة يأتي ونوض معهم صداع على نفس الأرض لم يقوموا نهائيا وهم أصلا لا يريد أن يبيعها لا يجعلها يشموها أما نور هي حال وأحوال مؤخرا سيأتي أخوهم جديد سيطلب حقه لم يقوموا حتى 10 ألف دريم وحيث بمرفضات سيزيد داع لها وسيأتي مرته تعاير نور بأنها حمق بنت الحمق ووعدتها بأنه سيتحمقها وتخليها الضرف الزناقي جمعات الجوقة وعيدته على البوليس سبع سنين أو ثمان سنين هذا الأخ لم يحيش نحن ندويه من جيخته وهو تأتي كي يدمر كل شي فرمشتعين نور تأثير به وتخليها لا تفقد الواعي ديالها لأيام أو لا تبقى شد درسها في شركنا لأنه وما زال مبرتش من الصراع أما عن حالتهم مادية على الأقل الحمد لله واحد شوية ترقعت حيث اختهم لخدمات تزوجات وزيت عليهم واحد شوية ديال الحمل والتفقد هي وخوتها الأخرين باش أنهم يتعاونوا ويهزوا واحد الكريدي ويخرجوها من ديور ديال الكرة المهم هو هذين راسهم باش ممعطى الله نور اليوم كتخدم في صنخ دابل وأمنيتها أنها تكمل قريتها وإذا كملتها ستضطر أنها تخلي خدمتها واختار شجعتها أنها تعاونها وخا قصحا عليها ولكن نور ما بغادش تزيرها واختارت أنها تخلي على الحين ديالها والماستر ديالها وخا عندها القدرة أنها تجيبه فالهدف الأول من هذه الحكاية أنكم من فضلكم تخليون نور كلام زوين اللي يعطيها أما في الحياة ويخليها توقف من جديد ويخليها تفكر في مستقبالها وترجع لقريتها لكي تحقق الأحلام ديالها والهدف الثاني هو هذه الحكاية عبرها لذلك أن الناس لما عندهم مش القلب وما عندهم مش نطمير كيفاش واحد وستستة حاقد على شيء ما عارفين هاش عضو واحد سيخرج على ببا حتى تحط فرقنا والدستخطة ديال مو ديال ببا واخوته وخرج على زواج وعلى حياتها ومرته حمقاتها ودرت لها سحر كيفاش واحد يقدر يخرج على مجموعة كانوا تديروا الطاجين وتياكلوهم جموعين اكيد سيخرجوا فيها الدعاوي ديال الناس كلهم واكيد وربما يقدروا يخرجوا حتى فولادهم وخاءهم مبارئين من هذا لكن بعض المرات للأسف الأخطاء ديالكبار يخلصوهم صغير والكبير حياتش مولانا يمهل ولا يهميل أنا متأكدة بليانه غادي يمتقاتل أنا كآمينة بنتخالة نور متأكدة بليانه غادي نتقاتل وغادي نجمع النور للمبلغ باش تمشي تقرابيه لانها اختي والتوأم ديال الروح ديالي النور هي واحد الانسانة اللي عييت ما نقلب عليها فكل شي ولكن ما منهاش نسخة كيفما كانت تحنينا عليها وحنا صغار أنا غادي نبقى معها حتى توقف على رجليها ان شاء الله هذه هي كانت حكايتنا وهذه هي كانت حكايتنا الليلة حكايتها العائلة للأسف امينة اولا اولا وقبل كل شي غادي نشكرك انتيا لانك ما تخليتيش على نور وتنشكر حتى وليدك لانه العائلة الحقيقية كتبن في الضراء قبل من الصراء وقفته معهم وباقي كتوقفي مع نور فأنت صديقة صادقة صادقة واي احدى غادي تتمنى بحل الصداقة ديالك اما بدوري غادي نقول نور انها تقوم من اجلها من اجل الروح ديال بابها ومن اجل ام ديالها نور غادي نقول لها تشبتي بحبل مولانا واخراني عارفة بلي انه صعيب الصدمات اللي ديستي منهم ولكن تأكدي باللي احنا في دار ابتلاء لا دار رخاء وهدش اللي تثبيتي به ما هو الا قرب ومحبت مولانا منكم خوك اذا كان به سحر الله يشافيه وياخد له حق في اللي هو اسباب اما اذا هو كان ديرادش بكامل ارادة دياله الله يرض به وتأكدي بلي انه ما خدشي فرت منها لا هو ولا مرته لا في الثانية ولا في الاخيرة نور بغيت نفكرك فهذه اللحظات ديال ضحف ديالك تقربي من مولانا وطلبيه تولي لك القلب ديالك والذات ديالك والروح ديالك حاولي تقري كل نهار صورة البقرة دومي عليها واخد تبغي شي حاجة ما تخليكش ولكن تقاتلي دومي على الفجر دومي على قيام الليل دومي على طريق مولانا لي مستحيل حاشة 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 ربي واشي لاشي حد من اللعب دياله ويزد ديالك فإذا انت اليوم كاتتعيش هذا البتلاء تذكري باللي انا ومكينين قصص ما كفس منك وكينين حكاية اللي واذا تبعتي معي في الحلقة الجايين غادي تقولي اين انا وصاد الشي كله انا غادي نقولك تشبتي بالاحلام ديالك مرة اخرى وقرأي ونجحي ضد العالم وضد هذا الشي كله وحقق الدات ديالك وما تسلمش للمرض النفسي ولا حتى البدني هذه كانت حكايتنا الليلة يا متابعين يا كرام كنتمنى انكم تخلوا شي رسالة طيبة بحال قلوب ديالكم النور وحتى الامينة اللي شركتنا هذه الحكاية ومبخلت شعلينا بها فضمتم في رعاية الله وحافظين اتلقوا بيت غضى ان شاء الله سلام سلام